السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد و سمدي هالنهار ان شاء الله نتخلمو على ثلاث طرق لعلاج الإسال عند الأرانيب كنظرنا هذا الموضوع راه جميع المربين دي الأرانيب رامكي يقلبوا عليه آآ لذا انا قلت ان هذا الموضوع راه موضوع الساعة ان شاء الله نفسر لكم جميع الطرق لعلاج الإسال عند الأرانيب اذا قبل حديث عن هذه العلاجات الثلاث سوف نتحدث عن الأسباب دي الإسال أولا عند الأرانيب باختصار توجد الأغذية أو النباتات الخضراء التي تقطف وتعطى للأرانيب مباشرة بعد يعني دون وضعها في الشمس وكذلك قشور الخضر التي توجد بها مياه يعني هي بقى فازقا ونعطيها الأرانيب كذلك انها تسبب الإسال عند الأرانيب اذا ما هو الحل الحل وهو عبارة عن ثلاث علاجات وكلهم يعني متاحين موجودين عندكم في الدار وثمان أرخيص أول حاجة وهو الخل العادي فالخل هو علاج جد فعال للإسال بحيث نضع ملعقتين في لتر من الماء لمدة أربع أيام وسنلاحظ أن الأرنب المصاب بدأ يتعافى تدريجيا وهذه الطريقة ممكن إعطاؤها لجميع الأعمار وحتى الأمهات المرضيعات أو العشار إذا هذه الطريقة الأولى نشوفو الطريقة الثانية الطريقة الثانية وهذا العلاج يعني فهذا الطريقة هذه اللي غادي نتكلمو عليه هو ليس علاج تدريجي وإنما علاج فوري أي أن الأرنب سيشفى في اليوم الأول بإذن الله وخصوصا الأمهات المرضيعات بحيث لا يسمح للأم المرضعة أن تمرضها في هذه الفترة لأنك تمكن تردع ما عندش الحق أنها تمرض لأنها عندها الصغار ديالها كيحتاجوها الإرضاع وهناك نقطة أيضا مهمة وهي أن الأم المرضعة حينما تمرض بالإسهال ممكن أن تضع فضلاتها في بيت الولادة وبالتالي إذا كانت هذه الفضلات عبارة عن مياه جارية فإن الصغار سوف يتأثرون ويصابون بالجرب قبل خروجهم من بيت الولادة يعني قبل ما يخرجوا راغا دي يكونوا مراضين بالجربة وأنتم ما تقولوا ما عارض اسموا واقع أو هي راغي يعني الأنثى ديال الأم ديالهم كانت مريضة ويعني لوتت لهم المكان وجعلت أن الصغار ديالها قبل ما يخرجوا يكونوا مراضين بالجرب لا قدر الله إذا هذا الدواء هذا نتكلموا عليه وهو في حقيقة دواء بشري يعني الإسم دياله سمكتار سمكتارة معروف يعني دواء معروف أي بيت ممكن أنكم تلقوا عنده سمكتار لأنه هذا عبارة أحد الخنيشات الخنيشات بودرة كما قلنا هو دواء بشري الثمن دياله 30 درهم وليكن نرى فيه بزاف ديال الخنشات راه فيه كان شي 30 حبة ولا 35 حبة المهم أنه اللي غا تحتاجون انتما غيخ خنيشة وحدة خنيشة وحدة ممكن أنكم تعطيوها تديروها مع الماء وتشربوها يعني إما تخليوها تشرب على خاطرها إما انتما تشربوها مشي محقانا محقانا تحينوا لذيك الشوكة وتشربوها لها وكنوا متأكدين أنها غادي تشفى فورا يعني هادي راها بتجربة راها من اليوم لليوم الأول إن شاء الله غادي ستشفى أما هذا دواء الثاني دواء الثالث دواء الثالث وهو رخيص ومتاح وهو ببساطة التبن التبن أو الدريس كما كيسميه الفلاحة بحيث أن هذا التبن يعمل على تجفيف العصارات يعني تجفيف الأمعاء من العصارات الهضمية طريقة دي الاستعمال هي بجد بسيطة وهي إعطاء التبن لمدة يومين متتاليين حتى يشفى الأرانب المصابة بإذن الله وما خاصش يتعطاء معه الماء يعني من يتعطيوه التبن حيدو عليه قطعوه له الماء هادوك الأرانب قطعوه له من الماء وإن شاء الله غادي يتشافه لأن هذا التبن كيجمع لهم كرشهم وكي يبرعه عندك التبن اللي بينا نهضرو عليه هو نوعان كين الأصفر وكين تبن الأخضر هو قليل في السوق يعني الأغلبية كيكون من كيكون الموسم ديال الحصاد يعني كتكون يعني التبن كيكون أصفر بهذا الطريق أنتوما دراكين راني درت الخبز بخلطوه لهم مع شوية ديال التبن أنتوما إلا كيبال لكم أنا عنوريكم تاها دها الدكرة تا هو دير الخبز وراها معاه شوية ديال التبن يعني في نفس الوقت أن التبن يجمع له شوية كرشو هو ما كيدراش تبن غيك إلا عطيتوه لهم غيب بوحدو كونوا متأكدين أن الأرنب غادي يكون غيك يحس بالشابع وما غاديش يتأثر يعني مثلا الإناث نقوله غادي غادي يسمانو لا التبن هو إحساس بالشابع كيخلي الأرنب يحس بالشابع فقط يعني وهو دواء فعال لقضية ديال الإسهال أما التمان ديالو هالتبن هو في حقيقة رمي ممكنش يتجاوز يعني هو بالا احنا كنسميها بالا يعني كبيرة كبيرة يعني فيها بزاف يعني ممكن أنها تضرب لكم سيني لها ذاك البالا المهم أنه ممكن أن تحتاجوا لهذا العلاج هذا هي البالا كلك تدير عشرين دلمون لكن تدير خاصكم مثلا غي حفنة حفنة ديالتبن ممكن أنها تعطى لكم مجانا يعني التبن راكي بقا غي في الأسوأ غي مليوح يعني ممكن أنكم تطلبوه من عند البائع لأن البالا كاملة كتسوا عشرين درهم ممكن أنكم تخلصوا هاد السيد ممكن تعطيه درهم جوش درهم يعطيكم يعني واحد كمية لي ممكن أنكم تستعملوها للقاطع كامل لأن التبن أرخص مما يكون صافي وكي تشافة يعني كما قد قطعوه عليه الماء يعني تعطيه التبن يعني مدة يومين يومين قطعوه عليه الماء وهذه رعب جريبة يعني جربتها وهو أيضا مكمل غذائي ممكن أنكم تستعملوه كمكمل غذائي إذن هادو مثلثة ديالطرق ساهلين كين الخل كما حدرنا كين سمكتا وهو خنيشات ودواء بشري إلاج بشري وكين التبن هادو ثلاث طرق يعني ممكن أنكم تقدموهم الألانب ديالكم وما تخافوش منهم وتالتمن ديالهم رخيص للغاية حنكم هاد الأفكار تدخلوهم في الذاكرة ديالكم ولا قدر الله كانت شي مشكيل تكونوا على أهب الاستعداد يعني ما تكونوش تشوفوا الأرنب مريد قدامكم بالإسهال وتقولوا آه رحم مريد بالإسهال ولكن ما عرف نسلهم نديروله أول حاجة اللي كتكون متاحة في الضروة هو الخل بدأولو بعدها بالخل وكيناء أو ثاني سمكتا بالنسبة للأمهات اللي يخصهم ضروري أنهم يردعوا يعني علاج فوري اسميتو السمكتا واحد خنيشات بودرة وكين تيمن تيمن أيضا كذلك يكون عندكم في واحد خنيشة هكا حد الحفنة ديما تكون موجودة فيما تشوفوا الأرنب ديالكم بالكرش ديالهم بدأت كتجرة صافي أعطيهم للتيمن وإن شاء الله يكون الخير إذا هذا هو موضوع ديالنا ديال هذه الحلقة كنظن أنني وصلتكم للفكرة كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم النسي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غاديب الدعم ديالكم دعمونا بزر جرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله